مرحباً بالجميع صباح الخير ومساء الخير أينما كنتم ومنضمون إلينا حول العالم نحن والآن بالبث المباشر على قناة اليوتيوب نود أن نرحب بيء الجميع وودنا نتأكد أن الجميع العلم أنه يمكنكم أن نقرأ على علامة أو على رابط الترجمة الفورية باللينك ذوم نوفر الترجمة فوري اليوم لعشرة لغات مختلفة إذن عليكم أن تستفيدوا من هذه الخاصية وهذه الخدمة مرة أخرى مرحباً بكم جميعاً سعدة جداً لكم معنا اليوم يا له من شهر عظيم شهر غير مسبوق انتهينا مع دايزي ببداية الشهر سبتمبر لذلك نحن سعدة جداً ومتعلقة باستمرار أداء أشارات الفوريكس وستخبرنا دكتور آنا اليوم حول بعض الإخبار حول أيضاً كريبتو اي آي نحن نعلم أن الجميع في انتظار الاستماع ولرؤية أداء ومؤشرات أداء كريبتو اي آي مع أيضاً فوريكس اي آي لذلك نحن نؤمن ولا نشك أبداً على أن هذا الشهر سوف يكون مليء بالأداءات المذهلة ونحن سعدة جداً لنا معنا دكتور آنا لتعطينا مزيد من الأحداث حول أدشيفرز بول وسوف نشارك اليوم معكم أيضاً فيما يتعلق بالمكافآت الخاصة بشهر أغسطس وفيما يتعلق أيضاً بالبونس بولز وسوف يكون أيضاً هناك عدد يعني شهدنا عدد كبير من البيسيرز بالشهر الماضي ربما النقطة الأهمة أيضاً فيما يتعلق ببداية هذا الشهر يا لفاق لنا سعداء جداً أن القادة بكل العالم متحمسون للأحداث التي سنشدها بفاعلية فيبراير القادم وطبعاً فيما يتعلق بمشروع دايزي سوف يتم عرضه للعالم بأسره لذلك نحن منتظرون على دقم وصاقة لهذه الفعالية الهامة سوف نهدس هدى بيئة العالم سوف تكون هذه هي اللحظة الأهمة التي تأخذها دايزي بيئة العالم وعلى المنصات العالمية كأكثر وأقوى المشروعات اللامركضية بالعالم في الوقت الحالي لذلك يا رفاق يعني لا تضيع هذه الفرصة لا تضيع الفرصة أن تنضم إلينا بهذه الفعالية لأن الناس تكون فعالية باردة جداً وهمة بساحة كوكاكولا في دبي والوقت الذي سوف نشهده معنا وتوصيق العلاقات والصداقات والاجتماع واللقاءات ما بين الجميع فيما بيننا حول العالم وأن نرى كيف لنا نفكر سوياً لذلك سوف يكون هناك مديد من الحماس والطاقة لذلك لابد أن نتأكد أن الجميع سينتهد الفرصة وسينضم إلى هذه الفعالية بالأخص مع الأسعار المخفضة في وقت الحالي وسوف تنتهي بنهاية شهر سبتمبر لذلك إذا لم تقوموا حتى الآن بحقز مقاعدكم حتى هذه اللحظة يعني لفعالية 20-20 في دبي هذا هو الأسبوع الذي نحن فيه الآن عليكم أن تستغلوا هذا الأسبوع وأن تقوموا بالحصول على هذه التذاكر المخفضة كما تحدثنا أن هذه الفعالية سوف تحظى بمزيد من الإعلانات ومزيد من الأخبار الغير مسبوقة والهمة جداً لذلك عليكم أن تتأكدوا أنكم ستذهبوا إلى www.t.com حتى تقوموا بحقز مقاعدكم لهذه الفعالية إدوارد وإليا صباح الخير ومساء الخير لكم نعم مرحباً جيرمي جيرمي يعني فيما يتعلق كما تعلم نحن الآن في شهر ستمبر لذلك لدينا أقل من ستة أشهر على فعالية دبي ونظر طبعاً أن هناك زيادة في الأسعار بشهر ستمبر لذلك عملية يعني بيع التذاكر سوف يكون هناك يعني زيادة بحوالي خمسون دولاراً للتفكرة الواحدة لذلك يعني نود أن نشجع الجميع على أن ينتهد فرصة التذاكر المخفضة في هذه الأسبوع بالأخص هؤلاء الذين يعني سوف يكونوا بإحضار ذملائهم ومجموعاتهم معهم لذلك سوف يكون مهم جداً أن يحدوا بالأسعار المخفضة طبعاً يعني ستة أشهر يعني هل تشعرون معي بمدى الحماس ونحن يعني يفصلنا فقط ستة أشهر عن هذه الفعالية إلا أننا نشعر بالحماس من الآن نعم طبعاً ونحن أيضاً نوصي أن يعني يتم أيضاً حكز تباكر الطيران مقدماً حتى أيضاً تقوموا بالاحتفاظ بمقاعدكم وتستفيدوا أيضاً من الأسعار المخفضة للحكز المبكر لأنه من خلال حكز المبكر يمكنكم أن أيضاً تحزووا بفرص أفضل لأفضل الفنادق هناك لذلك عليكم أن يعني تقوموا باتخاذ الخطوات مبكراً 2023.com وتقوموا بحكب التذاكر وحكب المقاعد من الآن نعم فيما يتعلق يعني بهذه الفعالية دكتور آنا ستنضم إلينا طبعاً في دبي في فبراير القادم وربما سنضم إليها أيضاً بعض من ضملائها ربما روي ربما أنسون يونغ ولكن دون أدنى شك سوف يكون معنا أيضاً يعني متحدثون بارزون بهذه الفعالية نعم دون أدنى شك وسوف نحظ طبعاً هناك بيعني احتفالات عظيمة يعني سيئاً ننظر مثلاً بأداء الفوركس هناك مئة وأربعون بالمئة منذ الأول من أبريل نيسان وأيضاً في أكتوبر سوف يكون لدينا الأداء الفري بي اوت وسوف يكون هناك طبعاً لدينا البيسلر بولز والبونس بولز كل الأمور سوف تكون مجمعة ومتوفرة للجميع بشهر أكتوبر القادم لذلك سوف نرى ونشهد تزايداً بالدخل لذلك في الحقيقة شهر سبتمبر الشهر شايق جداً حيث أن البونس بولز لكل من الاتشيفرز والبيلدرز في الوقت الحالي تشهد رواجاً واسعاً إدوارد ما هي أعداد الاتشيفرز بول حتى الآن؟ أعتقد حوالي 3300 تقريباً والبيلدرز حوالي 100 دولار لذلك نحن في هذا الشهر لدينا يعني تزايد في البيلدرز مقارنة بالشهر الماضي ربما الشهر الماضي كان حوالي 60 وربما 65 نعم ولكن نحن في هذا الشهر لدينا 100 دولار عظيم وأعتقد أننا سنرى يعني طبعاً من الصعب أن أتوقع ولكن نحن نستطيع أن نقول أنك فقط يمكنك أن تقوم بمشركة مرة واحدة ولكن أنك تحظى بالوقت يعني لربما العام أو الاثنين نعم يعني ربما 3000 دولار بونس فقط لأنك قمت بفعل شيء واحد لمرة واحدة يعني ربما الجميع من حول العالم ربما يقوموا بالعمل 40 أو 50 ساعة بالأسبوع ولا يحصلون على مثل هذه الأرباح لذلك بالمقارنة عن هذه الخطوة حتى تحصل على سهم ولكل شخص تقوم بإحالته حتى يصبح بسرع جولد أنت تحصل على سهم وكما ذكرنا لا يوجد حد لعدد الأسهم التي يمكنك أن تحصل عليها بهذا البول لذلك الأمر في الحقيقة الرائع ومرة أخرى هذا يعني طريقة أخرى تؤكد لك استمرارية وبخم حصولك على العديد من الترقيات والدخل المستمر نعم وأيضا دعنا نقول أنه من خلال الفعالية نتوقع أن يعني دكتور أنا أصيح أن أقول ذلك بينما هي معنى أن هناك توقعات حول الكريبتو سوف تكون طبعا ممكنة للكريبتو أن تكون لديها أداء أيضا كبير مقارنة بالفوركس لأن ربما يعني أنا أخذكم سريعا في الأحداث الأخيرة ولكن الأسبوع الماضي كان لدينا محادثة مع دكتور أنا وتناقشنا في عدة أمور ولكن يعني تناقشنا لطول حوالي ساعتين متواصلتين وقالت أنها لديها سبعة عشر خبير يعملون معها وهي تقوم بإدارتهم وجميعهم خبراء وعلى درجة عالية جدا من الخبرة والأمور التي يقوم الأمر يعمل عليها كل شيء يقوم بإعداده الآن حتى يتم إطلاقه هنا بشهر سبتمبر يعني أتمنى أن تكون يعني النسخ النهائية التي يعملون عليها ستكون هي نسخ نهائية التي تحتاج لمزيد من التعديل أو الإضافات وربما دكتور أنا قد تعطينا مزيد من التفاصيل ولكن أود أن أقول أنني كنت سعيد جدا بآخر محادثة كانت بيننا لأنني رأيت أن هناك عمل ضخم يكمون به من جانبهم لذلك سوف نشهد يعني نعم يعني إدوار دعني أقول أنه سعيد أنك تكرت هذه النقطة في الحقيقة لأن هذا سؤال ربما نطلقاه طوال الوقت فيما يتعلق ب ماذا سنقوم بإطلاقه ما هو التطورات الخاصة بتتوير الأي آي أعتقد أنه من المهمة جدا أن نضع بعين الاعتبار أولا أننا أننا تمويل جماعي ونقوم بتتوير الأي آي هو أن ما نعمل عليه في متعلق بتبادل الكريبتو لم يكن متواجداً من قبل لذلك نحن قمنا بتمويل هذا كمشروع تمويل جماعي وقمنا بتمكين أنت تك حتى تقوم ب يعني استحابنا في هذه الرحلة هذا المصاري الخاص ذي التطوير وما المهم جداً أن نفهم جميعاً أن أحد الأسباب أنكم ستحصلون على مثل هذه المكافآت هذه المذايا من خلال أنكم فقط جزءاً من مجموعات دايزي ومن خلال مشاركتكم بفئات الاي آي إلا أنه أحد أكبر المكافآت هي أنه لأننا كنا نعمل سوياً على هذه المنصار وهذه إعدادات وحتى نرى أننا أحرزنا انتصاراً نحن لدينا إتاحات ولدينا وصول لأمور حصرية لذلك هذا ما يعطينا ميذة إضافية أيضاً في مطالق بهذه الرحلة التي أخذناها سوياً لتطوير ما نقدمه لذلك على الجميع أن يعلم جيداً أنه بعالم الكريبتو في وقت الحالي لا يوجد شيء كما تتوضح أو كما تقدمه دكتور أنا وفريقها لا يوجد شيء مثل ما تكون به دكتور أنا وفريقها الفكرة والطريقة للأداء التي نتوقع أن نشهدها لن تتواجد من قبل بالعالم لنحن نقدم للعالم الأكثر والأقوى أداء على إطلاق فيما يتعلق بأنظمة تبادل الإي آي بي العالم أستطيع أن أقول أننا إذا لم نحظى بهذا الهدف وتحقيق هذه الغاية إذا نستطيع أن نقول ربما كان الأمر لا يتسنى أو لا يستدعي كل هذا الجهد ولكن كل منهم كانوا معنا بهذه الرحلة الذين شهدوا معنا رحزات الصعود ورحزات الكساد بعض الأحيان هؤلاء من سيشهدوا ذلك بمقلة أعينهم وسيقولون حينها أننا تمكننا وحققنا هذا الأداء الأعلى وأعلى الفوائد وهذه الاستراتيجيات الأقوى على الإطلاق بالعالم لذلك هي يعني شبكة متكاملة من المعاملات والتعاملات وطريقة المستمرة واستمرارية العمل والعمل بكل دأب وجهد تحقيق هذه الأهداف والغاية لذلك نود أن نقول للجميع أن شهر سبتمبر سيكون شهر مليء بالطاقة وبالأخص الثلاثة أشهر القادمة لدينا حوالي 180 يعني يوما حتى نهاية هذا العام وما تعمل عليه دكتور أنا وفريقاهي أن يقوموا بدفع دايزي حتى يقوموا بالتأثير على العالم بالطريقة التي طالما حلمنا بها لذلك هناك كما تعلمون يعني هذه هي سنة الحياة وسنة الكون دائما عندما تكون هناك أمور عظيما نود أن نحظى بها ربما الأمر كان يأخذ بعض الوقت وكما نقول ربما الطبخة الأكثر يعني طهيا هي التي يكون لديها مذاقا أفضل أما إذا كانت الفكرة كبيرة للغاية إذا لابد علينا أن نتحمل مواجهة أصعاب التي من المتوقع ومن الطبيعي أن نواجهها حتى نرى ما تستطيع هذه المجتمعات مجتمع دايزي أن تشهد وأن ترى بأنفسهم عندما يشهدون هذا يحدث كما وعدناكم أنه سيكون هناك احتفال عظيم ورائع عندما نحقق هذه الانتصارات سويا لذلك مرة أخرى أقول أنه عليكم الآن أن تقوموا بحقظ مقاعدكم لفعالية دبي حيث سيكون لدينا الفرصة السانحة لأن نشهد سويا وأن نطلع العالم ونرفع استطار عن ما قدمناه بديزي بهذا المجال من خلال النتائج والأداء الذي يكون بفريق AI والذي سيكون متوفرا وستتم عرضه على الجميع ربما دكتور أنا ستحدث عن هذا ولكن أود أن نقول فقط أنه كل ما وعدناكم به وكما يعني كنا نقول دائما أن ما وعدناكم به لن يذهب السوداء وسيتحقق واستشهدونه بمقرد عينكم دكتور أنا هل لا شاركتين من جانبك على بعض الأخبار الأخيرة بعالم اندوتاك؟ نعم شكرا جزيلا يا رفاق على هذه المقدمة ربما سأتحدث بعض الشيء أولا ليس فقط عن الـ Virgin أو النسخة ولكن حول ما يحدث بالسوق وربما جيرمي أيضا معنا يمكن هو أيضا أن يشاركني بذلك ولكن بداية كما تعلمون أنه بالسوق العمل منذ نوفمبر كان هناك يعني شهدنا فساد مع ذلك شهدنا العديد التينا أعلنوا إفلاسهم بهذا السوق وسبب هذا هو أن هناك كثير من هؤلاء الشركات التي كانت فقط متحمسة بالانتقال من مرحلة إلى أخرى مثلا كان يكونوا بوضع الكثير من الـ على الترويج إلا أنهم لم يحدثوا بأي شيء في المقابل لذلك لم يكونوا يعني معنيين بكافية إدارة المخاطر المحتملة لذلك هذه الشركات التي لم تتعامل بحكمة وبفاعلية مع هذه الانتقالات وكافية التعامل مع التقلبات بالسوق لذلك يعني شركات كبيرة بهذا المجال والتي حرفيا أعلنت إفلاسها في هذه الفترات الخاصة بتنقلات الأسواق دعونا نشارك هذه الشريحة معكم ما أود أن أتحدث عنه هنا هو أن ما نود أن نعمل عليه من بداية المشروع وحتى هذه اللحظة أن نسخة 2.0 كل شيء وددنا أو أردنا أن يحدث ولكن ما دلنا نحتاج إلى أن نعطي أيضا مزيد من الدعم حتى نحن بهذا الأداء لذلك بداية وبطريقة بسيطة جدا ماذا كان لدينا ببداية المشروع؟ كان لدينا رؤية إحصائية للسوق وبالأخص فيما كما تعلمون يعني في الأسواق التي تكون بها تقلبات كثيرة قد يكون بها فرص يعني قوية جدا ولكن لابد نتعام معها بحذر ربما يكون هناك بعض الأسواق الأخرى تمازالت يعني غير نادجة بما في الكفاية ولا تستطيع أن تتعامل مع هذه التقلبات في هذا السوق ولا تستطيع أن تأخذ يعني هذه إحصائيات بطريقة جيدة لذلك كيف لنا أن نرى هذه الأمور وجدنا أنه من المهم أن ننضم لهذه الأسواق وأن نستفيد من هذه الفرص وكان الأمر يصير على خير ما يرام مع الخوارزميات على مدى قصير وعلى المدى البعيد ولكن ربما كان لدينا بعض الأخطاء هو أننا لم نقوم ببعض المؤشرات الخاصة بالبناء والشراء في البورتفوليو ولكن لم نقوم بتحميلها بكل يعني خمسون بالمئة من رؤوس الأموال لذلك النسخة 2.0 هي النسخة التي تساعدنا أو يعني أحد الأسباب التي لا يزعب الأشخاص ربما للجانب الكثير المدى لأنه به كثير من التقلبات مثل يعني كما لو أنك تقوم بإلقاء السكاكين على عملك لذلك بعض الأشخاص كان يروا أنهم عليهم أن يتعاملون مع المخططات طويلة المدى أفضل من كثيرة المدى لذلك النسخة التي كنا نحاول أن نحصل عليها والتي كنا نطلقها من شهرين ماضيين كنا باستخدام AI technology حتى نكون قادرون على التعامل مع خيارات ومع هذه الفرص التي نحضر بها بعد السوق المتقلب وأيضاً في الوقت الذاتي كل الفرق المعنية وجد أنه من المهم أن نقوم أولاً بالتعامل مع السوق وبعدها نقوم بوضع الاستراتيجيات الأكثر تعاملاً مع نمازج السوق المتوفرة على سبيل المثال مثلاً ميدانسونس أديهم ثمانية مراحل مختلفة للسوق التي كانوا يتوقعونها نخلل هذه المراحل المختلفة كيف لما يتعاملوا مع هذه المراحل كما تروا هنا طبعاً هناك اختلاف ما بين المراحل المختلفة مثلاً في المنتصف نرى أن هناك تصاعد وسقوط لهذه المؤشرات وبعدها نرى أن هناك اتجاه مثلاً باختلاف في سرعة أيضاً المعاملات لذلك كل مرحلة وكل منطقة كان لها تعريفات مخصصة لهذه الأنماط الخاصة بالسوق لذلك مثلاً أن نقوم بنفهم ما هي وضعية أسواق مختلفة في هذه الصناعة ربماً نحن الآن نستطيع أن نستخدم يعني أفكار مختلفة للـ AI حتى نستطيع أن نقوم بالاستخدام الأمثل للنتائج ولكن هذا الاختلاف الكبير بالـ AI حدث بـ 2.0 حيث قمنا بتبديل من منظور التوقع أو استراتيجيات إلى حتى نقوم بتوقع حالة الأسواق وبعدها يكون لدينا أدوات تساعدنا وإمكانيات تساعدنا على كيفية أن نحظى بهذه الفرص التي قد نشهدها من كل هذه الأسواق حولنا وأيضاً فيما يتعلق بالتمويل كما ذكر ربما إدوارد وجيرمي منذ قليل لدينا الآن فريق كبير يدم في طياته خبراء ومتخصصون الذين يعملون على وضع هذه النماذج وهذه المخططات وهذه التعريفات هذه تساعدنا على أن نكون باستخدام أدوات مختلفة في المراحل المختلفة وتحسين الأداء ربما الأمر أكثر تعقيداً ربما عندما ترونه بأعينكم قد يبدو بسيطاً إلى أنه أكثر تعقيداً في الحقيقة كما تعلمون يعني مثلاً بعض القادة كانوا يحاولون أن يقررون بيننا وبين ماسك وتساي ولكن نهايتاً في هذا الأسبوع قررت إلى أن أستمع إلى اللقاءات الأخيرة مع آل وكنت في الحقيقة مندهشة أنهم تحدياتهم مع آي كانت ربما مشابهة لنا وربما أيضاً رحلتهم هي مقاربة لنا ونحن بفينتك لذلك نود أن نقول أنه عندما تكون نديك بعض من المهام الفقيلة والملئة بالتفاصيل والأمور التي لا تستطيع دائماً أن تتوقعها أنت دائماً حينها تحاول أن تبذل كل ما عليك وتقدم كل ما عليك من الحلول وتقدم كل الأدوات التي تشعر أنها ستكون فعالة وعندما تشعر أنك قد قربتم من الوصول لتحقيق الغاية ولكن حينها تشهد أن هناك ربما بعض الأمور الأخرى التي قد تضاف من هنا وهناك لتزيد ولتعيق الأمور أكثر مثلاً على سبيل المثال عندما تقوم بشراء سيارة ما ويكون هناك مثلاً سيارة تزيد بسرعة على الطريق يعني أنت تشعر أنك في كل الوقت كما لو كنت قائد للسيارة وتحاول أن تتفادى المطبات دائماً لذلك أود أيضاً أن أشرح لماذا نحن نتوقع أنه هذه ربما هي مرحلة الأخيرة وأننا يعني هذه الفترة من العمل التي تمكننا من العمل مع هذه التحديات والتعقيقات حتى نشهد النتائج مثل مثلاً مدن فام كما ذكرنا لديهم ثمانية مراحل مختلفة حتى يكونوا متواجدون بالسوق ولكن لم يكن كافياً بالنسبة لهم أن يكونوا متواجدون لأن النتائج النتائج يعني كما ذكرنا النتائج مهمة جداً نحن ما ذننا يعني نبذل كل ما علينا حتى نحقق النتائج التي نشهدها ونشهد تحسيناً أو تحسناً بالأداء بكل الخطوات التي نضيفها من المهمة جداً أن نرى هذه التفاصيل يعني نحن لا نحظى بنتائج دون أي أساس نعم لدينا استراتيجية تعمل بشكل مستقر ونحتاج إلى أن تكون دين هذه الاستراتيجية معنا ونلتزم بها حتى نحقق النتائج لذلك وذلت أن أشارك معكم بعض الأمثلة للإسبعين الماضيين والإسبعين القادمين حتى نتأكد من أننا سنقوم بإنهاء بعض التفاصيل خاصة بالنتائج مثلاً تتحدث ببساطة عن حقيقة أنه عندما يكون هناك مراحل مختلفة استاني جداً أنه في عدة مرات قد تكون مثلاً بمرحلة مليئة بالصخب والدودة وربما يكون هناك أحد النقاط التي يعني عليك أن تأخذها حتى تحصل ببعض من الاستكرار إذن حينها ربما تقوم باستخدام بعض من الإحصائيات حتى تدعمك في هذه الأعمال أو ربما تستخدم طريقة أخرى ديناميكية التي تكون مثلاً مرتبطة بالATR أو بعض الأدوات الأخرى أو بعض العناصر الأخرى حتى تستطيع أن تتعامل مع تقلبات السوق مثلاً إذا كنا أننا سعداء بهذه المعايير السابتة لأنه مثلاً لم نحصل على المؤشرات الأخيرة حينها سيكون علينا أن نرى ماذا حدث سابقاً ما هي الأخطاء التي حدثت كيف علينا أن نقوم بتطويرها وتحسينها وربما كنا نشهد مثلاً أن كان لك بعض المقاييز أو بعض المعايير التي لم نتعامل معها بدناميكية أكبر وما إلى ذلك لذلك هنا نرى مثلاً خطوط دعم لم تكن في هذه المؤشرات يعني كانت بها بعض الثبات ولذلك نحن الآن ننتهز كل الفرص التي لدينا حتى نكون لدينا خطوط الدعم الأكثر أداءاً لذلك في الأسبوع الماضي قمنا بتقطة هذه النقطة حتى يكون لدينا المقاييز أكثر ديناميكية هذا ربما مثال آخر للنسخة الحالية التي نحن بصدر الانتهاء منها هناك أدوات إضافية للعمل مع أحوال السوق المختلفة كما تستطيعون أن تروا هنا هناك طرق متعددة التي يمكنكم من انتهاء هذا الفرص داخل السوق حتى إذا كنتم تروا بوضوح هنا أن هناك ربما سؤال كيف لكم أن تكون هذا الفرص مثلاً ربما تستخدموا يعني هناك مؤشرات مختلفة حتى تمكنك من اتخاذ القرار متى لك أن تدخل ومتى لك أن تأخرج هذه الأنظمة التي تكون باختبار كل التجمعات المختلفة حتى تستطيع أن تحقق كل الخطوات الهمة بداناميكية التعامل مع هذه السوق لأنه كما شهدنا بالشهر الماضي أن هناك خالط واختلاف في حالة السوق لذلك علينا أن نتحلى بداناميكية حتى نتعامل بفاعلية ويكون لدينا أداء فعال مقارنتاً بالمنافسين أما النقطة الأخيرة والتي تساعدنا على أن نحقق إغلاق هذه النقطة مليئة بالتفاصيل المعقدة وهي مستوى ديناميكية خطوط الدعم المقاومة والتي أيضاً تم خلقها ووضعها ولا تتشجع يعني الخطوات هذا فقط رمضاً بعض الأمثلة لأحد الأمور التي يدينا الفقت الحالي وهي ربما يعني عمل تستطيع أن ترونه بشكل واضح ويعطيكم مؤشرات واضحة حول ما يمكننا أن نفعله هذه النوعية من المستويات من التنبؤات مهمة جداً وكما ذكرنا بكل مرحلة مختلفة وبكل أداة مختلفة لدينا ألمات متعددة والتي توضحها السوق وكل شيء موضح على القائمة الخاصة بهذه المؤشرات وجميعها متوفرة بأن الضغم لدينا لذلك نحن الآن لدينا مستوى عالي جداً من التحليل الخاص بالسوق لدينا أيضاً يعني المؤشرات للسوق نفسه وكل الطرق والجديدة التي يتم استخدامها نحن نتعامل معها وسوف نرى في فترة واجيزة إذا كانت هذه الألمات وهذه الطرق التي نتخذها ستساعدنا على أن ننتقل من مثلاً مستوى 20 إلى مستوى 40 وما إلى ذلك حتى نصل إلى أعلى المؤشرات إذن هذا ربما يعني عديد من التعابير ومصطلحات التي استخدمتها ولكن كنت فقط أحاول أن أوضح لكم أنه نعم كان لدينا نمط نسير عليه ونعمل عليه ولكن وجدنا أنه مدال ليس كافياً لأنه لا يلبي احتياجاتنا من إجمال العوائد السنوية لذلك وجدنا أنه نحتاج إلى أن نقدم المزيد والمزيد لأنه حينها سوف يعني نكون قد نكون يعني أخذنا زمام الأمور وطالينا زمام الأمور ومطل أخرى دولنا نقلنا الأمر ليس فقط خاص بكريبتو أي سوق مثل هذا لديه نفس العمليات لذلك قد نودت أن أقول أنه طبعاً نحن سعداء جداً هنا لأنه بشركة أندتك نحن نؤمن أنه البلوكشين هو المستقبل لذلك ربما كل الجوانب السلبية بالعالم أو بعالم الكريبتو ولكننا ما بدنا متحمسون ونؤمن أن مستقبل الكريبتو هو المستقبل وأن كل شيء يتحدث عن اللامركزية وعن الثقة ومستقبل السلاسل لبلوكشين هذا بالنسبة لينا هو الهدف الرئيسي بالنسبة لنا لأننا هنا بالسوق الصحيح ولكن فقط نحتاج إلى أن نستمر بالعمل حتى نستغل الفرص بالطريقة الأفضل إذن شكراً على حسن الاستماع عظيم دكتور أنا رائع رائع يعني يا رفاق مالس أخرى في الحقيقة أنا يعني مولع بـ RNA نحن يعني دائماً نرى أنهم يحتلون أعلى المراتب عندما تفكر في حل مشكلة مات ستكون واثق تمام الثقة أنك ستحصل على الحل ويعني هذا يحدث معنا على مدار الرحلة ربما بعض الأحيان قد تفقد الشغف أو قد تفقد الطاقة أو قد تفقد الحماس ونقول لا نحن نود أن نرى نتائج نود أن نرى نتائج ولكن هذه هي المرحلة سوف نشهد بها نتائج وليس فقط نتائج ولكن نتائج غير مسبوقة وبارزة وهمة بالسوق وسوف يكون لدينا منتجات لم تتواجد من قبل بالعالم النتائج ستكون كبيرة جداً نعم قد تكون الرحلة طويلة ولكن الأمر يستحق الأمر يستحق على تقييم أندو تاك وتقييم لأسهمكم بأندو تاك دعونا ننسى هذه النقطة الخاصة بالرحلة ولكن بالحديث عن أندو تاك ما تقدم أندو تاك هي يعني تخلق أمور في عالم الكريبتو وبعالم التبادل الجاري لم تحدث ولم تتواجد من قبل هذا سيكون تاريخ هذا سيكون سيكون ذخماً كبيراً بالتاريخ ومرض أخرى كما ذكرنا نحن معاً بهذه الرحلة شاهدنا سوياً الرواق والكساد والصعود والهبوط كل شخص مننا يعلم جيداً أن هذا مشروع لم يكن سهلاً هذا أخذ المزيد من الوقت والتعاون والأنظمة والفريق الذي كان يعمل معه الجميع كان يبذل كل ما لديك لذلك عندما نحقق هذه الغاية لابد علينا أن نحتفي لابد علينا أن نحتفل هذا حقنا لأنه بصراحة في الحقيقة أنا يعني سابقاً إذا كنا مثلاً نعود بآلة الزمن ونقول ماذا سفيحدث يعني ما هي أفضل أموتك تحدث على الإطلاق في الأعوام القادمة سوف نجد أنه لا يوجد هناك مثلاً احتفال ولكن نحن لدينا احتفال سيحدث بفبراير في دبي ربما عندما علمنا من البداية أننا سوف نأخذ جميعنا كل طاقتنا وكل أفكارنا وكل حماسنا وكل ثقتنا ونجمعها جميعاً وكل تمويلتنا ورؤوس أمولنا لهذا المشروع الأمر ليس سهل كان مليء بالتحديات كان من الصعب أن نأخذ هذا على عاطقنا وأن نتحمل ذلك ولكن كنا نواصل كناً سوف تتولى هذه القيادة إذن يا سيدات واساتيتي هذه هي هذا هو زنام الأمور هذه هي مربط الفرس الجميع كان معنا من اليوم الأول عندما كنا نحتفل بفئات كريبتو كارنسي وسوف يكون لدينا الآن المزيد من القصص والأخبار السارة بعالم التكنولوجيا وقد تحتل الرقم الأول بعالم الـ AI والكريبتو كارنسي دكتور أنا نحن نثمن كل عملك ومجهودتك نحن نعلم كل ما تقدمينه شكراً جزيلاً على قوتك وصلابتك وأمانتك شكراً جزيلاً على كل ما تقدمينه شكراً جزيلاً شكراً لدعمكم جزيلاً شكر نعم أنا عندما كنت يتحدث عن إيلان ماسك بمقارنة تحدياتهم بما نواجهه شعرت بحماس في الحقيقة لأنه في المستقبل ربما بعض الأمور التي لا أصدرنا تحدث عنها الآن شكراً ولكن يعني أنا سعيد بأنك إذكرت هذه النقطة تحديداً لأنك كما تعلمين يعني لا يوجد شخص يحتاج إلى أن يرى هذا أكثر منا لأننا لدينا تواجد أكبر وفي الوقت ذاته من الأسهل لدينا أن نأخذ هذه أن نمشي في هذه العمليات لأننا نعلم ما يحدث نحن نرى ما يحدث بعض الأحيان يقوم مثلاً بالنظر فيما نقدمه ويقوم بمقارنة يعني نتائجنا مثلاً أن يقارن نتائجنا التي سوف نعذبها نحن سعداء جداً بما وصلنا إليه أود أن نعيد مرة أخرى كلامي أنه يعني في السبت الماضي عندما كنا نتناول الحديث في هذه المحاكسة الطويلة لنتطرق المديد من التفاصيل حول النقاط الجديدة التي تنفذونها مع فريقكم كان وكأنه ميلاداً جديداً يعني يعني بعثنا من جديد أعلم أن هدفك هو أن تقوموا بإطلاق هذه الجزء بأوائل سبتمبر ببداية سبتمبر ربما لستوا على علم تحديداً بأية يعني يوم ولكن أود أن أقول هذه مرة أخرى هذه ليست يعني الأمر ليس خاص بالنسخة النهائية ولكنها الاستراتيجية هل ما زالتم تخططوني؟ نعم نعم كما أوضحت لدينا قمنا الآن بتحديث بكل أسبوع سوف يكون بالأسبوع المقبل سوف يكون لدينا يعني خارطة طريق محددة لكل نسخة مع بعض من العناصر الإضافية التي نخرج بها من كل أسبوع إذن ليس مرة أخرى ليس هو أن الاستراتيجية لا تعمل ولكن هو أننا نود أن يكون لدينا أمور أكثر تحديدا لذلك الأمر بالنسخة ليس لأنه أبيض وأسود لا ولكن كل نسخة تقوم بتحسين احتمالية النتائج نحن ماذا لدينا طبعا يعني من منظور الإحصائيات بالعالم الإحصائي لدينا طبعا يعني حالات المخاطر وما لذلك 60-50 أو 40-60 ولكن هذا الطريق هذه صارتة فرطة الطريق سوف يتم تقديمها بشكل أسبوعي لذلك نقوم بتحسين هذا الأداء حتى نقوم ب يعني المشاركة بأسواق مختلفة وسوف يكون هناك طبعا فترة زمنية مختلفة لذلك سوف نزيدكم نزودكم بتفاصيل وأخبار إيجابية في الأسبوع المقبلة ولكن أود فقط أن أقول أن كل خطوة تأخذنا لخطوة أكبر وأن الأمور تتحسن وربما القضايا السابقة الأمور السابقة التي كانت لدينا سابقا كمنا بالفعل بحلها لذلك مثلا إذا كانت الأمور تكون كما هي بأرعمين القادمين سوف يكون الأداء بدينا أكثر سلاسة وأكثر بساطة ولكن أود أن أكد أننا يعني في كل دخول وخلوق بالسوق يكون لدينا أكثر مرونة وأكثر نجاحا في التعامل وسوف نرى كيفية التعامل مع هذه الأرقام التي يعني تتزايد بين الحين والآخر نعم من المهمة جدا أن نقول أنه عندما نكون يعني على مقربة من تحقيق الأهداف نكون جميعنا مؤمنون بذلك نعم ولكن كما ذكرت كما ذكرنا أنه عبر يعني الحالات المختلفة للسوق نحن كنا متواجدون ونتحرك وبعض الشركات الأخرى كانت أيضا تحاول أن تكون متواجدة نحن لسنا بالمنطقة السوداء ولكن فقط هي أن هناك مثلا أرقام نود أن نحق نود أن ننتقل لمستويات أعلى بأقصى سرعة ممكنة عزيم نعم يا إدول كما ذكرت أن أداء الكريبتو لديه الإمكانية ربما الجميع يعني يعلم أنه في حقيقة الأمر عندما نرى أن هناك أمور يعني تبدأ وقدرات الكريبتو ربما هي أكبر نعم نعم هذا بالفعل هو السبب لماذا نركز على الكريبتو لأن الكريبتو طبعا يعني شيء جدا ومليء بالقوة ممكنة أن بقيت سوق آخر نعم عظيم نعم شكرا أنا ربما نقطة أخرى أنه في الشهر الماضي كان لدينا اجتماع نعم في مكتب أندوتك وجميعنا كنا هناك الحقيقة كنا متوجدون هناك أيضا مع روي وروي شارك معنا إنسان يونغ وبعدها تناولت الحديث معه أننا نحتاج إلى أن كنا هناك خطابا مع إنسان يونغ حتى نشارك هذا وقال أنه يعمل على ذلك ولكن ما حدث هو أنه تواصل معي ربما في الواحدة سباحا وفي الحقيقة يعني قلت له سوف أحدثك في الصباح التالي ولكنني انشغلت لذلك تواصلت معه فقط في يعني أعتقد أنه كان دايه أمور سوف يشاركنا بها عن إنسان يونغ هو ربما هناك أسأل لك أنا هل تعتقد أنه بحلول فبراير من خلال فاعلية دبي أن يكون معنا أحد موثلين إنسان يونغ حتى يشارك معنا بفاعلية دبي نعم يعني دعني أحاول أن أتفقد هذا سوف أتواصل معهم أولا وأرى إذا كانوا سينضموا إلينا بالفاعلية نعم حتى من خلال يعني مكالمة زوم ولكن ربما أنا أعلم أنه في هناك يعني عدة أمور سوف تحدث في الفترة المقبلة ولكن على أي حال فقط وضعت أن أحضر هذه النقطة على طور النقاش إذن سوف يعني نستطرد في نقطة إنسان يونغ طبعا لن أستطيع أن أشارك معكم كل التفاصيل طبعا لطبعا السرية والخصوصية ولكن سوف نحاول أن نتناقش في هذه النقطة ونرى ما سنقدمه فيها حسنا إذن نعم 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 إذن يعني ببساطة في كل مرة عندما ينتهي الشهر نتلقى المزيد من التفاصيل الطلبات هلا كنتم بإمداد فترة الباطة دعونا نقول إنها في المرة القادمة لن نقوم ب سنقوم بتقديم من خلال سبتمبر وحتى خلال أيضا أكتوبر حتى أن ننتهي لتحقيق خمسون مليون إجمالي المساهمات يعني حتى نصل إلى خمسون مليون إجمالي المساهمات نعم حتى الآن نحن خمسة وثلاثون مليون لذلك هناك خمسة عشر مليون أخرون في الانتظار أن يعني نحصدهم وحين سنقوم بغلق هذه الباقة نعم فيما يتعلق يعني بفعالية اليابان أعتقد أنه في هذه الفعالية سنمكن من تحقيق هذه الخمسة عشر مليون بكل بساطة نعم نعم أنه من تنفعك حققت تسعون بالمئة من المساهمات بالتبادل الحي بتبادل مباشر ربما هذه المشاركة الأقوى من الأعضاء لأنه بدلاً من سبعون بالمئة للتبادل الحي الآن تسعون بالمئة أصبحت بيتبادل الحي لذلك مرة أخرى هذا يبدأ من الفئة الخامسة إذا كنت أنت بالفئة الخامسة بالفوركس يمكنك أن تشارك وتساهم بالتيل إذا كنت بزير سكس باك وهكذا لذلك هناك فرص كبيرة جداً تسعون بالمئة من المساهمات سوف يتم وضعها بالتبادل الحي وما ذلكم تحصلون أيضاً على كل الأسهم التي تحصلون عليها بالفئات الأساسية لذلك هذه أيضاً نقطة مهمة جداً عظيم حسناً إذا دكتور آنا شكراً جزيلاً على وجودك معنا اليوم نحن نثمن جداً وجودكم وأنه طبعاً نقدر لجميع وجودهم معنا اليوم إذاً لا تنسوا أن تحجزوا مقاعدكم بفعالية دبي بفبراي كما تعلمونا جميعاً أنه بنهاية مارس كان هناك بالفعلة أخرى بكوكولا أرينا ولكن دعونا نقول من مبدأ الشفافية الذي لدينا دائماً أعلم أنه ربما الأشخاص لم يكونوا يصدقون أن هذه ستكون واقفة بهذه القوة وبهذا السمود والشموخ حينها ربما كانوا يعني ليس دم هذه الثقة لذلك عندما كان هناك بعض يعني بمقارنة ببعض الشركات الأخرى كان ربما الأشخاص يقولون أنه قد يكون لدينا نفس القصة مثل الشركات الأخرى ولكن الآن وبعد عامين الجميع الآن يطبن ويعلم أننا مختلفون ويعلم أن وجودنا حي وحقيقي لذلك من خلال الفعلية القادمة بعمل القادم سوف يكون احتفال خاص بهذه المجتمعات دايزية المجتمعات دايزية متواجدة لن تختفي الرؤية التي داينا متواجدة لن تختفي نحن فقط متواجدون وهذا في حال ذاته يستحق الاحتفال بالجميع أنه ربما طبعا المسيرة لم تكن سهلة لم تكن ممتازة كان هناك بعض من التحديات والصعوبات ولكن علينا أن نستمر علينا أن نواجه علينا أن نكون سويا وهذا هو ما علينا أن نحتفل به الجميع جميعكم كل منكم هو جزء من هذا المشروع هو مئة بالمئة حقيقي وواقعي ومئة بالمئة ملتزم بتحقيق الغايات المنشودة لذلك نحن نؤمن أن فعالية فبراير سوف تكون سوف تكون هي الأساس وسوف تكون هي الفعالية التي نستعمل من خلالها أن نزدي بأصواتنا بأرجاء العالم لذلك نحن نحتاج لمجتمعاتنا أن تقول نعم نحن هنا نعم دايزي هي الأقوى على الإطلاق نحن هنا نحن متواجدون نحن نطلب من مجمعات دايزي أن يدعوا أيديهم في أيدينا وأن نكون سويا في هذه الرحلة سويا حتى نكون سويا بهذه الفعالية نحن نحتاج إليكم أن تكونوا معنا نحن نطلب من مجتمعات دايزي أن يقولوا نحن هنا نعم نحن جزء من هذه الرحلة نعم نحن متواجدون وصف نقوم بخلق الضخم سويا من خلال هذه الفعالية بدباي والتي لم نراها من قبل ومرة أخرى علينا جميعا أن نقولنا هناك ونكون متواجدون بقلوبنا بعقولنا بأرائنا وبطاقتنا ونضع التاريخ سويا من خلال هذه الفعالية إذن 2023.com هذا هو الموقع لكم أن تذهبوا إلى هناك وتقوموا بحجز مقاعدكم بأسعار مقفضة دعونا نلتزم ونفي بإلتزمتنا كأسرة واحدة حول العالم سنكون هناك نلتقي سويا بدباي في فبراير القادم وسوف نشهد أمور عظيمة نشهدها سويا إذن إدوارد وإليا هاديكم أي شيء آخر تودوا أن تضيثونه؟ لا جرمي أعتقد هذا كل ما لدي إذن دكتور أنا ولتفقد أن أشكرك طبعا على مشاكل معنا اليوم ونتمنى أن نلقاك يعني قريبا نعم سوف ألقاكم بدبي شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا جميعا اشتركوا في القناة للمشاهدة اشتركوا في القناة المترجم للقناة